أن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قال ادخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضوفا فقلت له أعيدك بالله يا أبته من الظهر وقال يا فاطمة إيتيني بالكساء اليماني فغتيني به فأتيته بالكساء اليماني فغتيته به وصرت وانظروا إليه وإذا وجهه يتلأ له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صلى على محمد وآله محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت عليك السلام يا قرتيني وثمرة فغادي وقال ليا أمه إني أشم إنك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلتنا من جدك تحت الكساء فدن الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا رسول الله أتأذنني أن أدخل ماك تحت الكساء قال وعليك السلام يا بلدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل ماه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت عليك السلام يا بلدي ويا قرة عيني وثمرة فغادي وقال يا فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وقلت نعمل جدك باخاك تحت الكساء فدن الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذنني أن أدخل ماك ما تحت الكساء اللهم صلى الله عليه وسلم على محمد وآله فقال عليك السلام يا بلدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل ماهما تحت الكساء اللهم صلى على محمد وآله محمد أقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليهم السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت عليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نمها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب البائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صلى على محمد وآله محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صلى على محمد وآله محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذا بي رسول الله بترفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي خاصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آدوهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلماتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب أنهم الرجسة وتأخرهم تطهيرا اللهم صلي على محمد وعلي محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائين يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة فمادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صلي على محمد وعلي محمد فقال جبرائين يا ربي أتأذنني أن أهبت إلى الأرض لأكون ما هم سادسة وقال الله نعم قد ذنت لك فهبت الأمين جبرائين وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الآلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك معزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهذا تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد ذنت لك فدخل جبرائين معنا تحت الكسار اللهم صلى على محمد وعلي محمد فقال لأبي إن الله قد وحى إليكم يقول إن ما يريد الله ليذهب عنكم ورسى أهل البيت وتهركم تتهيرا اللهم صلى على محمد وعلي محمد وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله وقال النبي صلى الله عليه وآله والذي باثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيئتنا ومحبينا إلا